يا رب السؤال هو في غاية الأهمية صراحة مش بس عشان خضية الإنسان أو الأخت اللي اتصلت البالح لا عم مثل السؤال ده ممكن يكون متكرر واحد كان عيش وبعدين مات وعليه صيام يعني ايه كان مريضا مثلا واحد عم بتقول لي بابايا كان مريض ومات وكان فيه أيام من رمضان نعمل مع ايه هنا أولا لازم نعرف يا جماعة اني صيام رمضان فرض والله عز وجل أباح الفطرة لأصحاب الأعذار زي مثلا المريض واحد مريض يفطر يفطر طيب يصوم تاني أيها عليه القضاء ده لو كان المرض بتاعه ده يعني ان شاء الله فيه أمل في الشفاء يعني الأطباء بيقولوله انت بس فطر وبعد ما تخف ان شاء الله وتاخد العلاج ده ان شاء الله ربنا هيكرمك وتبقى دايبا سوب خلاص وان كان مريضا او على سفر فعداتهم من أيام ايه فعداتهم من أيام اخر طيب واحد تاني بيقول والله لا ده أنا مريض بس الأطباء قالوا لي انت معلكش صيام ممنوع عنده مرض مزمن فده بيسموه الفقهاء ده المريض الذي لا يرجى برؤه يعني تقريبا الغالب كده ان الراجل ده مش يخفه حيفضل على طول ماشي على العلاج وما ينفعش يصوم فيسمع كلام الأطباء لازم يسمع كلام الأطباء وبعدين هيعمل ايه فقالوا يطعم عن كل يوم ايه بيفطروا مسكين وإحنا اتكلمنا في المسألة دي المسكين اللي هو قد ايه في مذهب المالكية والحنبلة سهل جدا المسألة اللي هو مقدار مد اللي هو الحفنة كده اللي احنا بنقول يعني بنقطر شوية كده الناس ما طلقا نقول كيلو اي كيلو كيلو رز كيلو دي اي حاجة ما يعادل معلش هقف حتة هنا واحد يقول لي هو الكلو ده هيأكل الفقير وانا مالي هو انا ربنا قال لي روح أكل الفقير ده هو حاجة زي العقاب جزاء فالعقاب هو ده مش ربنا بيقول لي روح أكل فقير واشبعه ده ما قالهاش ده لا مش كده خالص فقال لي مد وفقير ربنا يتولى ان شاء الله بالصدقات التانية والزكوات انت عاوز تكتر من عندك كتر خلاص كده فطلع ده المقدار عاوز تزاود زاود فده نقطة مهم طيب الرجل مات فنقول مين مين اللي مات أبويا أو أمي أو أخويا أو أختي اللي كان مريض أيوة أنا مرض المرض الذي لا يرجى برقه يعني ولا ايه ده واجب عليه ان هو كان يطلع عن كل يوم بيفطروا ايه مسكين لا ما طلعش يبقى الورصة بتوعه دول يطلعوا عن كل يوم ايه يطلعوا عن كل يوم مسكين قالوا طيب لا ده هو الراجل ده مريض مرض اهو مريض مرض يرجى برقه ولم يتمكن من القضاء يعني معنى ايه هو مات في أثناء المرض ايه في أثناء المرض بتاعه اعمل ايه ولا تعمله حاجة نطعم عنه ولا تطعمه عنه ولا نصوم ولا تصوم يعني ايه معنى هوش حاجة معنى هوش حاجة ايه درائل ايه الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلة اللي هو مين الراجل ده راجل واحد مريض خلاص مريض مرض ومات في أثناء المرض بتاعه لم يتمكن من القضاء ما نحقش يخف عشان ايه عشان يبقى يؤذي اللي عليه اه فعدتهم من أيام الأخرى الأيام الأخرى دي ما جاتش أصلا عامل زي اللي مات قابل رمضان هل نقوله نصوم رمضان معنى ما جاش لرمضان الأيام الأخرى دي ما جاتش طب هو مين اللي قال كده مولانا الأيام الأربعة الجمهور قالوا الكلام ده قالوا أبو حنيفة والإمام مالك وسيدنا الإمام الشافي والإمام أحمد عليه ورحمة الله بخلاف طوص وبخلاف الإمام أبو ثور وقتادة كده يعني قالوا لأ ده يطعم عن كل يوم الولي بتاعه يطعم عن كل يوم مسكي لأ ده هو خف وقعت فترة مثلا بتاع شهر كده بعد بيأكلوا بيشربوا زي الفل وصحته رجعت بس لم يقضي ثم مات نعمل ايه قالوا حكتين اتنين إما مات وعليه صيام صامعان ولي وهذا مذهب الشافعي في القديم أو رأي العلماء زي المالكية مثلا والشافعي في الجديد وبعض أهل العم قال لك لا الولي أو الورسة بيعملوا ايه يطعم عن كل يوم أفطره مسكي عن كل يوم أفطره ايه مسكي وهذا قوله أمنا عائشة أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاه ترجمة نانسي قنقر المترجمات لك 빛انه